لدي الكثير من الأسئلة أريد أن أطرحها عليك أعرف عليك بأنك عندك واحدة روح مريحة وتعجبك الضحاك فأنا أريد أن نكون معك في هذا الجو أريد أن نبدأ كيف أدخلتي لهذا الفن العيطة في الجبال هذا الفن كان الوالدين دينا تاهمة فنانة وتباق يدري صغير وكان صفيت الوالدة نسقي بالعين أعرفت العين كان عملي دي قبح دي دك سطل بالماء وكان درافة يقول له أحد الخائق من الوالدة يقول له هذا يخرج موسيقى هذا الماء كثير وتجعل الله خرجنا موسيقى وكان الوالدة دي لك كان تهوى تهوى في المهنة كان فرحان عندما سمعت كان يتمنى وكان يزور السادة وكان يطلب منهم أنك تخرج يعني تتابع الاسم تدي يقول له عندي دري وحيد يدعو لي معه يعني يرزق الله تعالى وتوريك القابول يكون مقبول عند الناس يحبه ودعوته وصلت لها الحمد لله هذه فضل الله هذا فضل الله أريد أن نسأل لك أحد سؤال كيف نقول العيطة الجبلية أو التقطوق الجبلية؟ كيف نقول لك أختينا جاءت؟ هي العيطة كيف أنها العيطة؟ كانوا الناس يعني في قديم الزمن كي يعيطوا للأولياء لأن العيطة فيها غيث من الأولياء بها تضليد الشخص كيف تقول لك الزمن من أب السلام نعم كي يمت بذلك الأولياء هي الناس المجاهدين يسموها العيطة ويقول لهم تعيش محمد العربي هم تعيش محمد العربي لكن وعندهم لا يعد أخر مخصص يقول لك فهم ما تققل كلمة تعيش؟ نعم وتوقف